اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن الرعاية التي تحظى بها الرياضة البحرينية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه ساهمت في حصول منتخبنا الوطني على اللقب الخليجي للمرة الأولى في تاريخه جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقيم على حلبة البحرين الدولية والذي حضره عدد من أصحاب سمو والمعالي والسعادة وعدد من النواب والشركات الراعية وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الأجواء المثالية التي عاشتها الجماهير في الاحتفالية تؤكد أن لعبة كرة القدم تمثل الرياضة الأساسية في كافة الألعاب خصوصا أنها اللعبة الشعبية الأولى في العالم مشيرا سموه إلى أن الاحتفالية حملت في طياتها الحب والولاء لقيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أنه حرص على مشاركة الجماهير البحريني احتفالاتها مع المنتخب الوطني في حلبة البحرين الدولية التي نقدم لها كل الشكر والتقدير على تعاونها مبينا سموه أن الحضور الجماهيري الغفير الذي حضر الاحتفالية كان متعطشا لتحقيق هذا اللقب الخليجي والذي جاء بفضل تكاتف الجميع والعمل الجاد والمخلص الذي أنتج هذا الفوز الجماعي المشرف وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الاستقبال الرائع الذي حضي به المنتخب الوطني من الشعب البحريني ما هو إلا دليل على أن الجميع التف بشكل كامل حول المنتخب طوال مشواره في البطولة الخليجية وكان خير سند له وأتوج هذا الالتفاف بتحقيق اللقب الخليجي وقال سموه من حق الشعب أن يعبر عن فرحته وأدعو الجميع أن يحتفل وسيكون القادم أفضل بإذن الله وأضاف سموه حرصنا على تقديم كامل الدعم للمنتخب الوطني في الفترة الماضية ولمسنا العمل الجبار الذي قام به مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة سعادة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وأعضاء مجلس الإدارة بتوفير سبل الراحة للمنتخب الوطني في الاستحقاق الخليجي وقد ساهمت هذه الجهود برؤية التطور الملحوظ على أرض الملعب وفي النواحي الإدارية والتدريبية التي أوصلت المنتخب للحصول على اللقب وأشهد سموه شيخ ناصر بن حمد آل خليفة بجهود الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني واللعبين الذين بذلوا جهودا كبيرة طوال البطولة كما أعرب سموه عن شكره وتقديره إلى كافة الجماهير البحرينية التي حرصت على مؤازرة المنتخب في البطولة إضافة إلى الجماهير التي حضرت الفعالية التي وقيمت على حلبة البحرين الدولية ترجمة نانسي قنقر